أفضل خمسة كتب عن كيفية تحقيق الثراء كتاب أغنى رجل في بابل ما الذي يمكن أن يقدمه كتاب تم تاليفه في العشرينات من القرن الماضي للمسثمرين المعاصرين بشأن مواردهم المالية؟ مجموعة من الحكايات الرائعة التي يقدمها جورج كلاسن توضح أساسيات تعامل مع المال يقدم الكتاب طرقا علاجية لتغلب على المحافظ الخاوية من المال يهدف الكتاب لتقديم رؤية واضحة إلى أولئك الذين يطمحون لتحقيق نجاح مالي تساعدهم على كسب المال والحفاظ عليه وجعل الفائد منه يجني المزيد من المال كتاب فكر تصبح غنيا يعاد هذا الكتاب الأكثر تأثيرا في مجال التوجيه نحو تحقيق الإنجازات الشخصية والاستقلالية المالية وأخيرا نحو الغينة الروحية الذي لا يقاس بالمال لا أعرف كتابا آخر يشبه هذا الكتاب ولا يمكن أن يوجد مثيله ساهم هذا الكتاب في توجيه الكثيرين من خلال نصائحه وأسراره ليصلوا ويصبحوا من أصحاب الملايين كتاب الأب الغني الأب الفقير يحكي الكاتب روبرت كيوساكي كان لأبوان أحدهما ثري والآخر فقير أحدهما صاحب تعليم رفيع وذكاء وحاصل على درجة الدكتوراه أما الأب الآخر الغني فلم ينجز صفه الثامنة أبدا كان كلا الرجلان ناجحا في مجاله عاملا بجد طوال حياته وجنى كلاهما دخلا مرتفعا أحدهما ظل يكافح ماليا طوال حياته فيما أضحى الآخر أحد أثر الأثرياء في هوايه كتاب أسرار عقل المليونار وفقا لرؤية الكاتب تي هورف إيكر عندما يتعلق الأمر بالمال فهذا الكتاب ربما يكون أهم كتاب يمكنك قراءته على الإطلاق ولكن هذا الكتاب يوفر تلك الحلقة المفقودة بين رغبتك في النجاح ويحرازك لهذا النجاح كتاب مليونار في دقيقة واحدة طبعا الكتاب لا يجعلك مليونارا في دقيقة وإنما يقدم لك طرق تحقيق الثراء التي يذكرها الكاتبان وهي الاستثمارات العقارات تجارة والإنترنت ويعلمانك كيفية تحقيق المليون عبرها هل ترغب بأن تشارك كل الناس بالأكسجين الذي تتنفسه؟ هل تمانع لو أخذ شخص ما بعضا من الأنفاس الإضافية؟ بتأكيد لا لماذا؟ لأن هناك أكثر مما يكفي من الأكسجين للجميع عندما يوجد وفرة في شيء ما مهما كان ذلك الشيء فلن تكون هناك مشكلة في مشاركته والغني هو شخص يملك أكثر من كفايته نريدك أن تبدأ في الحصول على أكثر من كفايتك من النقود وذلك بتزويدك بالأدوات والطريقة لكي تصنع أول مليون لك وعندما يحدث ذلك معك نحن نعتقد بأنك ستشاركه بشكل طبيعي مع الآخرين ترجمة نانسي قنقر